اجتمع وزير تجارته والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الرضان خلال زيارته للصين بعادد من كبرى الشركات الصينية في مجال العلوم والتكنولوجيا وبحث الرضان خلال زيارته التدريب التقني والفرص الاستثمارية التي تقدمها البلاد المزيد من التفاصيل في سياق التغرير التالي نقل المعرفة أحد المحاور الرئيسية التي استهدفها وفد وزارة التجارة الكويتية خلال زيارته للصين حيث اجتمع بعدد من شركات العلوم المتقدمة إحداها طورت تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد لتصل بها لإمكانية طباعة أبنية بأكملها لقد أبدى معالي الوزير اهتماما كبيرا بتقنية الياتين يمتلكها وقدم لنا نصاح قيمة للمساعدة في إطلاق خدماتنا في الكويت وقد وجدنا أن سياسة تجيع الاستثمار في الكويت ممتازة وجذابة من نسبة لنا نحن على استعداد للاستثمار في الكويت ولبدء عملية الانتاج هناك ولكن الزيارة الأهم على الصعيد العلمي كانت لمقر شركة علي بابا الشهيرة التي أطلقت من مدينة هانجو ثورة رقمية عالمية الأبعاد غيرت أنماط حياة ملايين الأشخاص بدءا من تطبيقات عمليات الشراء باستخدام الهواتف النقالة مرورا بالصيرفة الرقمية وانتهاءا بمنصة تسويق إلكترونية عملاقة غيرت مفاهيم التجارة الدولية الوفد الكويتي ناقش مع مسؤولي الشركة مواضيع التدريب التقني وطرح فكرة الاستفاد من التسهيلات الاستثمارية في الكويت لبناء منصة إقليمية لتقنيات علي بابا المتقدمة ومنها غيمة البيانات الرقمية مع اهتمام خاص باستفادة الشركات المتوسطة والصغيرة من تلك الأدوات تماشيا مع الدعم الذي تقدمه حكومة دولة الكويت لذلك القطاع في ختام زيارته للصين حقق الوفد الكويتي تواصلا مباشرا مع لاعب أساسيا في صناعة الاقتصاد الرقمي على مستوى العالم وذلك ضمن مساعة كويتية لامتلاك أدوات معرفية لا غنى عنها لتحقيق مخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المبتغات نجيب الخش تلفزيون دولة الكويت من مدينة هانجو في جمهورية الصين الشعبية